اهلا بكم معكم جمال سالم من جي سالم ديزاينز النهاردة هنعمل لوجو سريع جدا او اعادة تصميم لوجو لشركة المتحدة للخدمات الاعلامية هنعمل اللوجو ده اللوجو ده طبعا زي تقريبا معظمكم عارف يعني اللوجو معروف جدا لشركة معروفة في مصر وشركة الخدمات او المتحدة للخدمات الاعلامية اللوجو بصراحة كان مسبب لي حالة نفسية شوية شركة كبيرة وكل حاجة بس اللوجو حاسن هو outdated يعني قديم قوي وبعدين ممكن يتعامل بطريقة افضل شوية فهنعمل اللوجو ده انا حاولته من الشكل دوت للشكل دوت ما حاولتش اعمل تغيير جديد قبل ما ابدأ في شغل اللوجو بس كم نصيحة بسرعة كده للي هم بيعملوا تصميم لوجوهات خاصة المبتدئين دايما اتفقنا ما بتاقي تعمل تصميم اللوجو البساطة 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 خلي كل حاجة عندك بسيطة ما تكلكعش والامور عليك وعلى الزبون بتاعك انا اي مشكلتي مع اللوجو دوت اللوجو دوت زي ما قلت قديم قوي او شكله يعني او شكله قديم خالص وبعدين حاسس ان هو ممكن يتعامل بطريقة افضل زي ما قلت فالفكرة عندنا لما نعمل ري براندين او اعادة تصميم لوجو الفكرة ايه شركة تيجي مثلا تعملك او تطلب منك تعمل اعادة تصميم لوجو بتاعها ليه لأسباب كتير جدا منها ان هي عاوزة تعمل سيمبلفاي يعني عاوزة تعمل نسخة مبسطة جدا من اللوجو بتاعها خاصة ان الترند اللوقتي واللوقتي اللي احنا فيه كله بيتحول او بيحول اللوجوهات او شكل الهوية البصرية بتاعته على حاجة سيمبلفايد او حاجة بسيطة خالص في الحالة دي طبعا اللوجو اصلا بسيط يعني لما فوش اي كلاكية او حاجة زي كده طب هاتبسطته زي اكتر من كده يعني اكتر من ما هو متبسط بالطريقة دي انا شفت ان انا ممكن اغير شكل اللوجو ده اعمله بالطريقة دي نعرف ازاي عملنا دوت فقبل ما ابدأ مرة تانية لما دي تعمل عاية تصميم لوجو لو عندك لوجو بتاع الزيبون وعاوز اعمل عاية تصميم حاول تحافظ على الهوية بتاعته بسطة الامور خالص بس ما تحاول ان انت تعمل حاجة كتير مكالكعة يعني ما تصعفش الامور كلما تكون الامور بسيطة كلما بيكون الشكل افضل واحسن ودائما زي ما قلنا خلي عندك في الاعتبار قانون او رول كيس اللي هو كيبت سيمبل ستيوبت خلي الامور بسهولة او سهولة ببساطة فنبدأ نعمل اللوجو دوت اللوجو كما قلت هنعمل اللوجو دوت وهنعمل باترم كمان من اللوجو انا خلي ده عندي في جنب كده هورريكوس دي عملت انا جزء دوت عشان نعمل باترم بتاعتنا ولكن ده عندي اللوجو اللي عملناه هنبدأ نشتغل دلوقتي انا عندي دلوقتي طبعا هعمل ارتبورد جديدة قبل برد ما بتشتغل فيه عندي حاجة هنا اللي هو بتعمل موضوع السكاتش او بترسم يعني هتجي تعمل مثلا لوجو دي او عادة تصميم لوجو بتحاول تعمل رسومات او سكاتش انا في الحالة دي يعني كان كم فكرة كده سريعة جاد في دماغي حاولت ان انا ارسمها بادي الاول بحيث ان انا اشوف ايه اللي شكله افضل فعملت النسخة دي والنسخة دي والنسخة دي اربع نسخة ولكن في الاخر استقررت على النسخة دي شفت ان هي افضل من رأيي يعني فحنا هنشتغل على النسخة دي اللي احنا شايفانا هنا في الجزء دي اول حاجة طبعا اللوجو دوت بسيط جدا مفوش اي كلاكية وطريقة سهلة جدا انك تعمله اي حد ممكن يعمله تمام اي الفكرة كلها بتيجي من الافكار بعد كده بتستخدم البرنامج بتاعك اول حاجة عندي عاوز عملها عاوز اظهر الجريد بتاعي الجريد بتاعي في عندي اختصار اللي هو كنترول او كماند علامة العشراء او الفاصلة او لو انت مش عارف اختصارات بيطلع على قايمة view هتلاقي في عندك option اسمه show grid ده اضغط عليه هيفتح للجريد بتاعي برضو حاجة تانية عاوز اعمل snap بحيث وانا برسم يبقى الامور معايا سهلة خالص بطلع على view مرة تانية في عندي option اسمه snap to grid يتأكد ان دوت معمول علامة صح او معمول له تشيك هنا طيب دي اول حاجة عندنا دعنا نبدأ نرسم هنعمل ده وقت في كذا طريقة تعمل موضوع ده ممكن تستخدم line tool او اي حاجة تانية او المربع او الكلام ده كله انا في الحالة دي اما استخدم pin tool او rectangle tool فخلاني استخدم rectangle tool عشان نسهل الامور علينا اولا حاجة عاوز اعملها باجي هنا كده في اي جزء عندي في النص هبدأ ان انا اعمل مربع ده هنا كده وليكن مثلا حاجة بالجزء ده انا عديت 1 2 3 4 5 وبعدين في عندي مسافة بسيبها نفس المسافة دي وبعدين في عندي الجزء اللي هو الثاني طبعا ده حرف ال ام يعني انا بدأ بحرف ال ام دلوقتي ارجع ثاني انا بدأ بحرف ال ام دلوقتي فاني عندك الجزء ده والجزء ده وانعيد تاني نفس الجزء بنفس الموضوع لو تلاحظ عندي الخطوط بتعمل لها snap يعني ما تطلعش بره المربعات دي فده بيساعد معك جدا في الموضوع ده وبرضه مرة تانية انا استخدمت اصلا حددت الالوان الى استخدمه الهم اللونين دول فأنا أستخدم الألوان دي طبعاً ده يكون اللوجو عندي أرجع تاني Ctrl-Cmd-0 عشان أعمل Fit Screen أعمل Zoom In احنا محتاجين نعمل اللي تلوقتي محتاجين نعمل هو الU UMS اللي هو United Media Services اسم الشركة طبعاً ده الU عندنا ودي الM ودي الS هنعمل عندي الموضوع ده بكل سهولة هاجي هنا كده عاوز أعمل الU أجيب عندي المربع ده أو الRectangle Tool وأبدأ ان أنا أعمل أو أنزل بحاجة بالشكل ده ونفس الموضوع هنا Cancel وبعدين أرجع تاني برضو بنفس الفكرة عندي هنا وأجيب عندي المربع ده عاوز أقفله بالجزء ده في الآخر هنعمل Merge للكلام ده كله فهتكون كلها قطعة واحدة أو shape واحد ادي عندي الU ودي الM باقي عندي الS لو نلاحظ عندي الS هنا مفهاش أي كلاكية خالص نفس المسافة اللي موجودة عندي هنا نفس المسافة اللي هنا فالموضوع زي ما قلت عبارة عن Geometric Shapes أو أشكال هندسية مفوش حاجة كتير مع أدى يعني فهنرجع نعمل موضوع دوت خليني أجيب عندي Rectangle Tool مرة تانية وأجي هنا كده أعمل حاجة كده وبعدين أطلع فوق أجيب عندي الجزء ده حاجة كده أو أنزل بده كمان شوية تحت كده عشان عاوز أخلي مسافة في النص هنا مرة تانية أعمل حاجة كده نفس الموضوع هنزل أنا بحاول حافظ عن المسافات اللي موجودة عندي ما بين الاتنين دول أنزل بده كمان هنا كده وآخر حاجة أقدر أجيب دوت أعمله نسخة تحت أو أرسم واحدة تانية خلنا أجيب Move Tool أضغط ضغط هنا وضعت Option أو Alt زائد Shift وأسحب نسخة من دوت تحت أدني حرف ال S فإحنا كده خلصنا الموضوع ده لو نلاحظ عندي المسافة هنا أنا سبت مسافتين طبعا ده غلط فهنرجع تاني نحرك دوت نخليه قريب من الموضوع ده أدي عندي الموضوع بكل بساطة الموضوع مش صعب خلص ولا أي حاجة هعلم على كل حاجة كده وبعدين أجي عندي على Pathfinder Tool وأقول له أعمل لي موضوع Unite أول مضغط على Unite بقت كل حاجة عندي عبارة عن شيء بواحد أو كله متصل ببعضه الموضوع سهل جدا وطبعا أنا عملت شوية Research بتاعي شفت الخط بتاعهم القديم خلني أخفي Guide لوقتي عشان الموضوع ده أضغط على Control أو Command والعلامة العشرية دي أو علامة الفصلة أنا شفت عندهم الخط اللي كانوا مستخدمينه كان ده الخط بتاعهم قريب جدا من خط كايرو اللي هو القاهرة قريب منه فأنا قررت أن أستخدم خط كايرو الخط اللي أنا استخدمه هو خط كايرو اللي أنا استخدمت في United Media Services خط بيدعم اللغة الإنجليزية والعربية في نفس الوقت فالموضوع عندي بكل بساطة زي ما قلنا أنا جبت عندي الموضوع ده ودي عندي الكلمتين أنا كتبتهم ومجاهزهم عندي أبدأ أن أنا أرتب الأمور عندي هنا تحت اللوجو بتاعي بكل سهولة أجيب ده تحت هنا كده أظهر بس الجايد مرة تانية أو الجريد أخلي برضو فيه مسافة هنا ما بين الاتنين دول أعلم عن الاتنين دول كده وبعدين أعمل لهم Center Alignment أطلع فوق هنا وأعمل Center Alignment بديني الشكل ده وارجع عندي تاني نفس الموضوع بحاول أجيب ده أحاول أخليه Align مع دوت لو أنت شايف أن الجزء من هنا على اليمين دوت أكتر شوية بضغط على Shift وابدأ أننا أقلل دوت بالشكل ده موضوع سهل جدا لا يوجد أي مشكلة هذه اللوجو تقريبا خلاص كده خلص لا يوجد كلكها كتير حافظنا على شهات مسافات هنا ومسافات هنا والمسافة هنا نفس الموضوع الموضوع سهل جدا جدا واستخدمنا خط زي ما قلنا بيدعم اللغة العربية والإنجليزية طب أنا دلوقتي عاوز أعمل موضوع Pattern عاوزين نعمل Pattern للشركة دي نعمل Pattern إزاي خليني أشيل دوت أنا بش محتاجه أعمل Delete واجيب كمان Artboard هنا جانب دي حاجة كده تقريبا نفس المقاس عشان أعمل Pattern بتاعتي ما بتجي تعمل Branding أو بتعمل Logo عاوز تعمل Pattern بتحاول تستخدم عناصر من اللوجو نفسه وتعمل بها Pattern دي في الحالة دي أنا استخدمت الجزء اللي في النص دوت فعناهم جاي واخد علامة أو علامة على كل حاجة Right Click وقول له Ungroup تأكدني كل حاجة مفصولة أنا عاوز بس الأثنين أو الثلاث شرط اللي في النص دول اللي هم بيمثلوا حرف ال M عندي أخد نسخة من دول أضغط على Option أو Alt وأخد نسخة من دول برا عندي في أي مكان هنا كده أجيب نسخة هنا في الجزء ده وأبدأ أعمل Pattern بتاعتي كلام جميل أنا دلوقتي محتاجة أعمل أخد نسخة من دي أعلم علم كلهم بعدين Option أو Alt وأسحب على جنبي كده بقى عندي فيه نسخة تانية شايفين أول ما أعمل الموز بتاعي فيه Alt Corner بيجبني علامة ال Rotation دي أو اللي هو اللف يعني فبضغط هنا وبضغط على Shift وبحاول أن أنا أقلب ديه على جنبي بالطريقة كده وأعمل زوم in حرك ده فوق شوية هخش على Outline Mode Outline Mode بحيث أن أنا أشوف أن الخطوط أريد أن خطوط كلها تكون ركبة فوق بعض بالضبط بضغط على Ctrl أو Command Y بحاولني للشكل دوت أريد أن أرى أنا بعمل بالضبط أعمل زوم in كل حاجة ركبة عندي بالضبط فوق الثانية كلام كويس جدا هاخد كمان نسخة من دوت أقدر أعمل Right Click هنا ويجع أقول له Transform وأقول له Reflect هيعمل لنسخة تانية كده أنا عاوز أقول له Copy بيعمل لنسخة Vertical فبقول له Copy أعمل لنسخة تانية وبالأسهم عندي بابضع أحرك دوت أقدر أعمل موضوع ده بكل سهولة كلام جميل موضوع سهل خالص Transform Reflect في الحالة دي أنا هعمل Reflect بتاعي Horizontal فبعلم على الجزء ده فيقلب لي الموضوع وبرضه بتأكد بقول له أعمل لي نسخة أو Copy فعمل لي نسخة هنا بالأسهم بتاعتي بحرك ده فوق طبعا هو لوجو بتعمله Snap لأن أنا عملت Activation للسناب بتاعي أدي عندي Control Command Y أرجع ثاني للشكل أدي عندي شكل الموضوع اللي أنا عملته أنا محتاج أوصل ده بده وده بده كلام كويس فأجيب ده كده أم جاي عامله فوق أخلي Overlating فوق ده بالزبط وفي الآخر برضو هعمل Merge أو Unite لكل حاجة مع بعض أخليها شكل واحد وصلنا للجزء ده أنا عاوز أتأكد ندود شكل أو أعامل مديني شكل مربع بحيث معامل Pattern بتاعتي ما تبقاش Off Balance أو مش مظبوط قوي فأجي هنا بجيب عندي Rectangle Tool وببدأ أننا أعمل مربع بالشكل ده حاجة زي كده Ctrl Shift X عشان أحول Fill To Stroke قبل ما أعمل أي حاجة أو أعمل alignment لده تحرك ده شوية على جانب وبعدين أعاوز أعلم على الجزء اللي Pass Finder Tool عفوا بضغط هنا وبعدين باجي بقول له Unite فأعمل هملي كلهم بشكل واحد علم أنا كل حاجة بالضبط كده واجه أقول له Align Center و Center كلام كويس جدا هجيب عندي Direct Selection Tool هنا ضغط هنا وأعلم على Shift وأعلم على الجزء ده Shift وأعلم على الجزء ده أعمل زوم N عشان أشوف وأبدأ أن أسحب دول كلهم مع بعد كده وأنا ضغط على Shift فأسحب كل حاجة للجزء هنا هعمل نفس الموضوع هنا بالضبط أعلم Shift وأعلم على ده Direct Selection Tool السهم الأبيض وبأم جاي ساحب كده بعمل لسناب للجزء ده نفس الموضوع هنعيد نفس الخطوات أو نفس الموضوع بتكرار ثاني مرة ثانية أعلم على ده وبنزل تحت الغاية ما أعمل لسناب على الجزء ده وآخر جزء عندي أعلم على الاثنين دول وده وطلع فوق Shift خلص أنا كده متأكد أن الشكل بتاعي أو الشيء باللنا عملته يديني شكل مربع أو Tile شكل باللاط يعني فأقوم أعمل Delete وأبدأ أعمل مع Pattern دي هتكون Pattern بتاعتي لأنا هستخدمها للbrand بتاعتي ممكن تعمل أكتر من Pattern أكتر من فكرة بس دي مجرد فكرة عملنا هنا أنا كنت عملت لما عملت دوت رفعت اللوجو كله والحاجات بتاعته على Instagram وموجود على Behanz بارو عملت حوالي 2 Pattern أو يعني 2 Pattern موجودين فيها وفي واحدة option اسمه Pattern أقل Make أقل Make أقل OK دعنا نعمل زوم قوية عشان نشوف فما بدأين ده شكل Pattern بتاعتي في حاجة ممكن انت تغير شكل Pattern حاليا نحن على Grid لو انا ضغطت هنا كده تلاقي عندك option تاني Break by row بيقلب كده في option تاني اللي هو Break by column بيقلب هم لفوق انا عاوز Grid عاوز ادي شكل المربعات ده وفي حاجة تانية طبعا هنا بالنسبة للجزء وهو width والheight اللي هو الحجم بتاع طول العرض تقدر تحكم في وانا واقف هنا كده بالأسهم لو تلاقي فوق أو تحت لاحظ معي بيبدأ ان اللوجو بيقدم الحجم المربع ده بيقل او بيزيد انا هعمل cancel مرة ثانية وابدأ مرة ثانية عشان نركز في الموضوع اعلم على كل حاجة واطلع فوق على object ننزل على pattern قول make قول اوكي طبعا رسالتي هتيجي انساها عندي جزء ده ده اللي بيتحكم في شكل المربع اللي عندك الفنوس ده انا عايز صغير او كبير او اقرب كل حاجة بعيدة عن بعض فقدر اعمل برضو لينك الموضوع ده بحيث انه اغير واحد يغير الثاني بنفس الوقت لاحظ معي وانا بقلد الوقت بينزل معي ال logo بيبدأ يقل بالشكل ده انا اعجب اترك حاجة تقريبا بالطريقة ده لنطول كتير يعني اسمها new pattern تقدر تسميها تاني لو انت عاوز خلينا نجيب ال pattern دي نخلي active ويب عندي rectangle tool ولو وقفت هنا كده عملت حاجة كده زي مربع او مليت حتى الشكل ده الart بورد عندي ادي شكل pattern عندي طبعا حد يقول لي اي ده ال pattern دي كبير قوي انا قيمة مهمة جدا انك تعالج موضوع pattern ده نخلي كل حاجة هنا لنجيب اي حاجة دلوقتي بس هنزل تحت عندي options ده مش علم عندي options معمل علامة صح transform object transform pattern انا انا اعمل transform object لان انا اضع اكتف لاحظ معايا اقللت مثلا بالقاس عندي بنزل تحت بيقلل تحكم لي في موضوع pattern نفسها وبعدين اقلل للحجم ده مثلا اقلل اضع على shift وقلل بعشرة 70 60 50 وقعد اقلل كما انا عاوز اعاوز مثلا حاجة كده اعدي شكل pattern عندي لو انت محتاج اتكون بنفس الشكل ده انت خلاص خلصت الموضوع جميل تقدر استخدمها في اي حاجة تانية طبعا لو اقل rotation او اخليها بزاوية شوية نفس الموضوع right click عندي وبعدين بنزل transform هتلاقي عندي rotate نفس الفكرة عندي هتلاقي option هم موجودين هنا ده انا اعمله unchecked نتأكد نحن نشيل دوت انا بقول اعملي transform لل pattern بس وابدأ احرك دوت اقدر مثلا اكتب 45 40 درجة 45 دجريز لاحظ معي علب لك الموضوع بالجنب او اي درجة انت عاوزها وبعدين بقول له ok ادي عندي شكل pattern control command zero add pattern واد logo اللي عملنا لو عرضنا مع بعض كده مرة ثانية لو ضغطت على shift f هيبدأ يعرض لك art port الوحده add logo بالcolors وبعدين add pattern الموضوع سهل جدا مش عارف اذا كان الحلقة دي فادتكم او لا قعت اتمنى كان في اي حاجة مفيدة ليكم النهاردة في فيديو النهاردة وقولي تحت في description اي logo من دول عجبك اللوجو الجديد اللي عملنا مع بعض الوقت او اللوجو بتاعهم القديم اكون سعيد جدا لو عرفت رأيكم شكرا على المتابعة كان معكم جمال سيلا معيش هتفاؤل وشوفكم الحلقة الجاية في امان الله